سهلا لبنات كيف دايرين لابس عليكم سمحولي يا رانا طولت لكم الغيبة هاد المرة ففي قناتي الخرادي العالم سهام رانا كان نتبلي كل نهار وصفة جديدة ولكن والله لكن تزحم مع الوقت باش نقدر زيما نوفق ما بين القنوات فالشهر جاي ان شاء الله غدين تحولوا ورا نوريتكم دويرة اللي غدين نمشي بليها بإذن الله غدين نخلي لكم الفيديو ديالها في الرابط أعلى على الشاشة اللي ما زال ما شافتها شواش تأتوني رأيكم وخدا بلعت الله اعطاه ايه واحد شلي كاين وكذلك غدين سافر غدين مشي للمغرب فاركم عارفين منك يجمع لك الرحيل الجميع وروينة والسافر راه لا الى الى الله راه الواحد ما كيعرفش منها ترس ولقيتوني دابة غدين نخرج ان شاء الله باش ناخد شي حويجات البنتي وليا بما انهم كانين تخفيضة دابة في اسبانيا كيني ليسولد ايوه قلت علاش الله ما نستغلش هاد الفرصة كذلك بنتي ما بقت عند هاتش يحاجركم عارفين تراري صغار ضغيكي صغار وعليهم الحويج ضغيكي كبروا سبارك الله فما كتغرش حاجة ولا جوج مني كتجي تشوفي كتلقي المريوكام وصغار عليها كتعاودي ما الول كتعاودي تشري الكببتات تعاودي تشري السراول تعاودي تشري السببتات كل شي كل شي كل شي كي صغار البنات ما نقولش لكم فاخليكم معي البنات باش تعرفوني شنو اخديت وتاخدوا فكرة على الحويجات هكادي الدراري الصغار وعلى كيفاش تنسقهم عباضيتهم وهلنشوف لي احتنا يلقيتش حاجة لمحتاجة صراحة بيجامات هكادي الدرار ليكونوا طوال شوية لان راكم عارفين بنسبة البيجامات اللي قسار راكم عارفين ان كيجي شي واحد او لا كتمشين دعين شي واحد ضروري ما تلبسيي شي حاجة الي هي مستورة وانا دي هم عندي هاد المشكل ما نقش بيجامات هكا اللي يكونوا داروري خصني نلبس بيجامات ليه قسارة وندير فوقها بنوار او لش حاجة AKA كانت يغطيني لذلك نتمنى على الله يكون عندي الظهر اليوم ونلقى شي حاجة واول بلاسة البنات كان صدقوا اللي دائما كان ناخذ منها البيجامة ديالي سواء اللقصار او اللطوال وخهمة ما كيدرواش بيجامة طوال في معظم الوقت ولكن مره مره هكا تلقوا شي حاجة عندهم شي جوج او لا تلاتة دليموديل هاد المحل سميتو ومن سيكريت وانا البنات را ما كندرش لهم اشهر او حاجة را هم غنيين على التعريف زي ما قال البنات اللي كندرنا في اوروبا غا يكونوا عارفين هاد هاد البلاسة هادي فهي الخيار تاني بالنسبة لي امر البري مارك صراحة اللي بغيتو الجودة ديالي التوب فكنصحكم هاد المحل ديال ومن سيكريت في بيجامات زوين توب ديالهم واذا بغيتو ارخا فبري مارك وخهمة كيكونش هكاشي فرق كبير في لقيتها ديالي صول ديالي تخفيضت لان هاد المحل مثلا البيجامة اللي غتلقوها سبري مارك دائما بواحد البري فيكس ديال 10 اورو كتلقوه في هاد المحل زايد عليها واحد شوية هكا كتقدر توصل البيجامة ل 15 17 اورو كتزيدو هاتيك 5 اورو او ل 7 اورو وكتاخدو حاجة زعمال لي يصبني وعاودي يعني كعب بيجاماتي من عندهم وما كيخسروش لي زعمل حتى قنقنعمل البيجامة على خطر خطري وكان احطا وكان عاودي نأكد لكم البنات هادران ماشي اشهار ديال هاد المحل او لا شي حاجة تاشي واحد ما مخلصني باش نقول هاد الهضرة هدا فقط رأيي اه الصريح كنشاركو معكم كنشاركو معكم منين كنناخد البيجامات ديالي اه بالنسبة لهاد المحل كيف ما كتليكم را كيدي روحت الملابس الداخلية او للملابس ديال النوم ولكن اه غالي التمن ديالهم فانا فقط كمشي لي غير علاود البيجامات صافي ونخليكم البنات دبا مع هاد الدويرة الخفيفة اذا كنتو مهتمين را ما زالي اللي صلت او لتخفضت في البداية ديالهم يمكن تعجبكم شي حاجة وفي الخير غادي نوريكم حتى انا شنو شنو خديد وتعطوني الرأي ديالكم في تعليقات اشتركوا في القناة 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 أربعة أورو وكي صدقو ليزوينين راكم عارفين درجة الصغار ما كيلبسوش بزاف الحاجة يعني ما كيحتاجوش حويج دات جودة عالية لزع ما تقدر تصبر معهم بزاف او لغير حاجة هكا تختاري حاجة اللي تلي ديال اللقطن اللي تقدر تصبر ليهم شوية الوسخ وتوصل الى كانوا درجة الصغار بدو كيتمشاو كيتحركو بالنسبة للحويج ديالي او للحويج ديال الزوج ديالي فصراحة المعمر ناخدين شي حاجة من الكمبو غير ما كانت تحشو شي حاجة اللي تعجبني وصافي اما كي عاودوا عليهم الناس را هم حويجات زوينين زع ما ورخاصين في التامان ودروري لبنات ما ندوز لجية المواعنة انا فين ما كانشي تبصيل ولا شي كاس را كتلقيني واقف حدا كنشوف كيعجبوني الاواني بزاف فوق ما قدرت انني ناخد شي حاجة كنناخده على حسب استطاعة ديالي بطبيعة الحال هاد سعار انا يلاه كان مازال كان نجمع من معنات يعني مازال ما عنديش بزاف تحويج فلقيت هاد المجموعة اولا هاد الانسامبل ديالي تباصلات زوينة لبنات غزال وشوفوا التامان ديالورا هو تسعة اورو تمانية اورو فاصيلات سعودو تسعين يعني علين تمانين درهم مغربية وهانتو مرا فيه ستاة طباصل ستاستا من كل حجم وهذاك البول الكبير ديال شلادة اولا ديال الروز انا صراحة جونير خاص بزاف وراهم مازالين كينين دفا بنسبة لبنات اللي مهتمين واللي كانين هنا في اسبانيا رهم مازالين كينين بزاف اي الكمبو مشيتو را غدي تلقوهم ومرا ماشي غلاض وتقال بزاف ولكن قضي الغرض زميلة استعملتو وحافظتو عليهم مرا غدي بقى عندكم انسامبل اولا سربيز زوين ديال تباصلات لقيت كذلك هادو البنات هادو اللي عندهم هاد ليدي داب حالي كيتشتو هادو عجبوني بزاف كيديرو اورو خمسة وسبعين الوحدة غالي شوية ولكن ما قدرتش نقاومهم اخديت منهم هادوك ستالي كتشوفور انا اخديتهم كاملين والحاجة الزوينة فيهم هو انهم كيقدروا يدخلوا الفران كيقدروا يدخلوا تالي ميكرو هونت يعني ما كيطرتقو متاشي حاجة كينين حتى هادوك اللي حدهم اللي تقدروا تديروا فيهم هكا ذي جراتين صغيرين رهم بنفس الثامان حتى هما اورو خمسة وسبعين كينين كذلك هادو ديال تقديم بالنسبة لبنات اللي في المغربي لك انتم مهتمين بهم رهم كينين في كارفور بواحد الكيمية كبيرة انا را اخديت منهم اربعة اللي كانوا هنا را انا هزيتهم داك شي باش ما كتشوفوهم شف هاد الصورة وكان ثمن ديالهم هو وجوج الاورو ونصف انا غدي نوريهم لكم فاش نمشي لبضاء كين كذلك هاد التباصل هادو كيجيوبلا كين هاد الشفاف والاخر فواحد اللون بحل يخضر مغلوق الثمن ديالهم وجوج الاورو وخمسة وتسعين يعني علينا ثلاثين درهم مغربية خديت منهم هادك الشفاف خديت واحد اصلاحها كلا تقدمي فيهم سمناس او لا البغرير او لا اصلاحها كذلك تدري في غير ديك وراتها كا في بيت الناس او لا في الصالون او لا تحطي فوق الطبلة وتعمري هكا بالورد كي اصلاح لبزاف ديالي حويش صراحة ما زال ما عرفتش اشنو غادي ندير فيه غير خديته على الشكل دياله عجبني غادي نوريهيكم ان شاء الله من بعد كيفاش درتليه لقيت كذلك هاد الكوكوتة البنات تمن ديالها رخيص بزاف مقارنة مع الجودة ديالها فهي تقيلة والانوكس ديالها اينوكس مزيان ها هو كيف ما كتشوفه راح 18 على 10 وكاتهز تيترو وانا مش حال هادا كنت نقلب على كوكوت ولكن كانوا الاتمينة شوية كيردوني اللور فاكيد غادي ناخد هادي اللي ديالين فيها تخفيض وان شاء الله غادي نشارك معاكم كيفاش صدقاتي بالنسبة للبنات اللي مهتمين راهم مازالين في الكامبو او لا البنات اللي فيتن جربين هاد الماركة شاركونا الاراء ديالكم فيها وكيفاش صدقات لكم هاد الكوكوت في التعليقات فاكيد غادي نقرأها بإذن الله وكنوا هادول بنات بعض المقتطفات من الخرجة ديال اليوم ان شاء الله هانادا با غادي نوصل الدار وغادي نشارك معاكم الحويجات اللي شريت فاخليكم معايا ومن بعد ما دخلت الدار اول حاجة غادي نشارك معاكم هي الفيجامة السخيخة اللي كتشوفوني لبسه هادي اخذتام ذاك المحل اللي وردتكم في الأول طوب ديالها زوي نرطي طب وصخون وكتجي طويلة هنتم كيف ما كتشوفوا سرول ديالها كي يجي بحل فيها بحل نجيمت والثمان ديالها كان هو سبعتاش للأورو علىين مئة وسبعين درح مغربية صراحة مندمتش فيها لأنني غير الزيتها ما قيزتها لما تحتاج بتها الضرق قيزتها وعجبتني بسعاف والثاني ببيجامة مخديت هي هذه الدنات هانتم ما كيف اشكتشي هي هذه النجيمة وهذه القمر هكا هي اللون ديالها غري فاتح والسرول ديالها داخل فيه شوية ديال البيض وفيه نجيمة تحتها الزوين غزال التوب ديالهم البنات أنا كي حممقني هذا التوب ديالهم كي يكون خفيف وسخون في نفس الوقت يعني مش هدوك البيجامات اللي كيزيدوا فيك عشرة كيلو واشكة لبسيهم كي يخفيف وفي نفس الوقت كي يسخنك بنسبة لثمن ديال البيجامة فهو سبعتاش للأورو بحلها بحل هاتي غير هاتي طويلة عليها وهاتي قصيرة خديت كذلك هاد الساكة البنات كي يجيزوين حتى هوا هنا يا جلد وهنا بدان هذا التمن ديال هو شراء أورو او لميات درهم مغربية خديت كذلك هاد البزيطة من طفوة هذا التمن ديال هو سبعة أورو او لسبعين درهم مغربية وخديت كذلك هاد الزويف هاد اللي كتشوفو فيها بحل مطاردو القوي هذا خديته من كيابي التمن ديال كان هو لما اظن كان هو ستا أورو يعني ستين درهم وصفي هاد هم الحويجات اللي خديت الراسي فهات التخفيضات لابدنا نوريكم الحويجات اللي خديت البنتي اول حاجة بديت بيع هي هاد البيجامة اللي كتشوفو كتجيبها هاكا وكيجي سريويل ديالها هاكا هذه البنات خديتها باشراء أورو يعني ميات درهم مغربية وخديتها لها كبيرة شوية على لاج ديالها بشيال الله تلبس فيها هاكا شوية قبل ما تصغر عليها في البيجامة نيت خديت لها من الكمبو خديت لها هاد وكيجي سريويل ديالها بهذا الشكل بالغوز هذه البنات خديتها كاملة بخمسة أورو اللي هي خمسين درهم مغربية وخديت لها كذلك هاد صبابة هذا ديال الدار اللي كتجمع فيها الرجل زماما كيسخن الرجلات عنده سنسلة من هنا وهذا صراحة ما عرفتهم ليش زائدين غير هكذا ديكوري بوصافي هذه البنات خديتهم بخمسة أورو خمسين درهم مغربية وصلنا مع البيجامة ديالدنسي دابا غدي ندوز نوريكم اللبسات اللي خديت لها فدائما أنا كنحاول نسق لها اللبسات وانا ديكو الخرجاني يعني مثلا فاش كنناخد لها تريكو كمشي مباشرة كنقلب لي على السروي اللي غدي يجي معها فاجي كننرجع للدار صفي وكنحط تريكو كنسا شنو غدي خصو دائما كنحاول انني نجيب اللبسات للدار كاملة مكمولة اختيت لي هذا اقرب لكم شوية باش يباليكم هات التيطا اللي فيه اختيت لي هذا البنات كي يجيب هات الشكل هو دي الخيط وفي هات الوينزوين حاولت انني ندخل عليه كولور شوية وكتجي في هاتي بحل شاميز لصق فيها اختيت لي هات السروي اللي جين هات السروي اللي كان 8 ديالو هو 7 أورو 70 درهم مغربية وهذا البنات نسيت لكم 8 ديالو كان هو 4 أورو او 40 درهم بالنسبة للسروي اللي دائما حاولوا تخذوا لوليدتكم حاجة اللي قد تجبت بحلاكة باش هكا لا تعقش لهم الحركة ديالهم باش يتحركوا مزيلا باش يتحركوا مزيلا بالنسبة لهذا فحاولت انني ندخل لي غير سروي اللي جين هكا باش ما ننوحلش فيه ثاني حاجة خديت لها البنات هي هات الكسيوهات اللي كتشوفه كتجي في البلو مارين وكيجي فيها هات بحل سقلي هكا الدهابي توب ديالها سخون بزات هنتم كيف ما كتشوفرها مقطن من الداخل وهذه خديتها لها من كيابي بالنسبة للناتلي في المغرب ومهتمات راح كينا في كيابي ديال المغرب والتمن ديالها هو سبعة أورو او لسبعين درهم مغربية حاولت انني نسقها ونديرها معاها تدركوا هادا اللي خديت ليه الكل دياله بنفس فيه حتى هو هادا الدهابي او لها تسقلي هادا باش يجي معها وهذا حتى هو خديتهم كيابي بالتمن دياله كان هو جوجد الأورو او لثلاثة أورو يعني شرين درهم او لثلاثين درهم مغربية وبنسبة لتحت او لشنه سيجي من تحت ديال هالكسوه فاقلبت على اللي باب الباج وخديتهم ليحو هات ككملت لها الذيسة ديالها ثالث حاجة خديت البنات هي هادا السريويل هادا اللي كتشوفو جاي بالكحل كامل هادا البنات خديت ليها من زارة والثمان دياله كان هو 4 اورو يعني 40 درهم مغربية ومشيت مباشرة جبت ليه تريكو في الكحل هادا البنات خديتوا من الكامبو خديتوا بيمكن جوجد الأورو 20 درهم مغربية ها هو كولمونتي هادا البنات اللي بالكحل فخديت ليهم هادا 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 الحمامر باش نكسر هادا اللون الاسود هادا البنات خديتوا بربعة اورو علىين 40 درهم مغربية هادا سمكي فاشكي يجي فدائما هادا البنات كان حاول انني ناخد فاشكا نتلف كان ناخد سر والكحل و تريكو كحل هادا تريكوات اللي كي يجو غلاض مثلا من الفق فكن حاول انني ندر لهم لون موحد ملتحت وكنكسر هادا اللون بشي لون اللي هو فاتح مثلا الأحمر او الا هذا كيف ما كتشوفه هادا حتى هادا خليتوا لها من كاريفون هادا التمن ديالو كان هو سبعة اورو عنين 70 درهم مغربية لانه هوا غليض البنات هنتمه كيف ما كتشوفوه خداله غليض ركن ضد ما زال غدا غدي غد يبطل لهم الاتمنة هادا حتي انا مشيت في النهرلول واخدت لها كذلك من كيعبي هادي المصامبال هادا اللي كي تجيفيه طويقيا وكي يجيفي هادا 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 الكشب كل هادا ويجبون الليغات ديالهم هاد الانسامبل اللينات خديته بسبعة اورو هي سبعين درهم مغربية راح يحتفق يابي ديال المغرب هاد الانسامبل وكان فيه اللون الوردي انا اخترت لها اللون الباج باش يجيها مع كل شي لان عندها كذلك واحد الكبابت او لواحد المونطو بالباج داك شي باش خدرت الباج واخيرا اخذت هاد الابوت هادو اللي كتشوفو هادو احتهم اخذتهم لها من كيابي والتمن ديال هم كان هو تسعة اورو ليهو تسعين درهم مغربية واخر كتشوفو هاد الانس راح ماش يتقل يعني اخفافين انا قيزتهم لها تماما باش كتشوفوش كتش بيهم زيان زيان زي ما ولا الله وخفافين كتش بيهم بشكل عادي اخذتلها كدلك هاد طريكو هذا اللي كل مانطي هذا اللي اقفت تحت هو خدته بجوج ال اورو او لا ثلاثة اورو معقل او لا ثلاثة اورو معقل شعشرين او لا ثلاثين درهم بنسبة لهذا عوال ان شاء الله ان شاء الله انني ندير لها مع هادة وندير منه تحتهم الجين اللي وريتكم في اللول وهذا الشي اللي كينادنا تحاولت ما امكان انني من نخده لها الحويج بزر لان البرد كيفما تعرفو راح قريب يسألي وكانوا هادو المشتريات ديالي البسيطة بنسبة لي وبنسبة البنتي بنسبة الاواني اللي خديت من الكامبو فغدي نشاركوه معاكم ان شاء الله في الفيديو قادم لان اخديت بزاف وغدي نطول عليكم هاد الفيديو اذا وريتم لكم تابع فكنتمنى انني نكون كنت خفيفة على قلوبكم وما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك باش تدعموني وكذلك تشتركوا بالقناة اذا كنتوا ما زال ما مشتركينش واذا بغيتوا اي موضوع او لاي حاجة نشاركها معكم فاخليوها ليا في التعليقات اكيد غدي نقرار جميع التعليقات ديالكم وغدي نجاوبة لها كشكركم على متابعتكم وانطلقوا ان شاء الله في فيديو جاية السلام عليكم